السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قال المشاط بمناسبة اليوم الوطني للصمود في اليمن نحذر من مقبة المرهس أو النيل من الصمود باعتباره شرف اليمن الذي لن نفرط فيه وأن التهون في صونه وحمايته ودعا تحالف العدوان إلى التوقف عن كل الممارسات المعيقة للسلام وتابع لأكد حرصنا على السلام وندعو خصومنا في تحالف العدوان والمجتمع الدولي إلى اعتباره موضوعا مغذسا والابتعاد عن الابتعاءات وقال المشاط إن العام الثامن من صمود شعبنا اليمني سيكون حافلا بالمفاجآت والتحولات وبالأعمال الدفاعية النوعية وتابع ندشنا العام الثامن بدعوة صادقة إلى خصوات عملية تبني اثقاء وتنقل الجميع من مربع القول إلى الفعل وأعلن الرئيس المشاط بشكل أحادي تعليق الضروات الصاروخية والطيران ومصير الأعمال العسكرية التاف فبتيها السعودية فرًا وبحرًا وجوًا إمد الثلاثة أيام وأسترد بالقول نؤكد استعدادنا لتحويل هذا الإعلان لإتزام النهائي وثابت إذا أتزمت السعودية بإنهاء الحصار وبثغاراتها على اليمن بشكل نهائي وعلى المشاط استعداد صنعاء لتحويله وقف المهاجمات المؤقتة إلى نهائي إذا أعلنت السعودية استحب القوات الخارجية من الأراضي اليمنية ومياه الإقليمية ودع المشاط المبعوثة الممي إلى تقديم الإجراءات وتسيط المدى الكشوفات والاتفاقات بين الثلاثين وجد المشاط استعداد صنعاء للإفراج عن أصر التحالف بمن فيهم شقيق هذه والجنسيات الأخرى ودعا رئيس المجلس السياسي لعلي اليمني الجميع لتقفع الأساليب التي لا تخدم السلام والاتفاف لمداخلات المناطقية والعملية لصناة السلام وأكد إن الحصار سبب مباشر في إطارة أمد الحرب وعنقلة السلام ويتحمل مسؤوليته المجتمع الدولي وتحافظ